خالد هناك من يرى أنه جهودنا في عادة تبدير النفايات ما زالت دون المستوى المأمول بدليل أن نعتبر من الدول الأعلى في نسبة زيادة النفايات السنوية في المنطقة برأيك لماذا تزيد أو ترتفع النفايات السنوية بهذا المعدل عندنا في المملكة؟ سؤال جميل جدا الحقيقة وهذه عدم وجود خطط واضحة ومحفزات معينة لمنتجين نفايات لتخفيض نفاياتهم من المصدر الحقيقة ينتج عنه كميات ضخمة من النفايات التي يكون مصغرها في المردم اليوم كما ذكرت بدأنا في التحول ووصلنا لمرحلة التخطيط بعدما غيرنا الإطار المؤسسة ووضعنا الأنظمة والتشريعات اليوم نخطط ثم إن شاء الله يبدأ التنفيذ تدريجيا من نهاية 2022 في الموجات الأربعة بحسب المدن والمناطق التي يتم اختيارها بحسب أولوية المشاكل التي موجودة فيها الحقيقة فعلا كميات النفايات رصدت أنها تعتبر أعلى من المعدل الطبيعي والسبب يعزى في ذلك التصرفات الناس في إنتاج النفايات اليوم يعني ننتج أي كمية من النفايات سواء في المنزل أو في أي مكان ما عندنا محفز داخلي أو أي شيء يمنعنا من إنتاج كميات كبيرة أو قليلة من هذه النفايات لا يوجد أي مقابل مالي لها لا يوجد أي أنظمة تنظم في البيت كم ممكن تنتج ليس هناك أي التزام عليك في هذه النفايات مجرد أنك تشيلها في كيس وتضعها في الحاوي أمام بيتك فهذه بالتالي نتجت أن الشخص لا يعي كمية النفايات التي انتجها ولا يعي المشاكل البيئية المرتبطة بهذه النفايات التي انتجها وين النسبة الأعلى في الخلل؟ هلو في نفايات المنزلية أو لنفايات القطاع الصناعي والتجاري؟ الحقيقة كل نوع من أنواع النفايات فيه تحدي بحد ذاته يعني القطاع الصناعي يمكن عندهم حوكمة أكثر لأن النفايات التي تنتج من المصانع معينة قد تكون مواد خام لمصناعات ثانوية معتمدة بينما النفايات المنزلية بالكامل تذهب للمرادم إلا النسبة بسيطة في بعض بودل المملكة يستفاد منها بما لا يجاوز 5% من إجمال ما ينتج هذه النفايات الحقيقة أسلوب التعامل هذا يختلف في مكان ما نتجت النفاية وآلية التعامل منتجها معها